بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتحدث عن النميمة التي تفسد المودة وتفرق الجماعة التي تسبب في فتن لا تعد ولا تحصى للأسف الشديد الكثير من المجالس لا تحلو إلا بهذه الفاكهة المرة هي فاكهة المرة إما الغيبة أو النميمة كلاهما داء مدمر كلاهما مرض عضال قل من نجاه الله عز وجل من هذه الأمراض أولا تعريف النميمة المقصود بالنميمة نقل الكلام بين الناس إنسان ينقل الكلام من شخص إلى آخر ولكن بغرض الإفساد بغرض الإفساد لا بغرض الإصلاح هذا تعريف بسيط يبين معنى أو مفهوم النميمة أسبابها كثيرة جدا من أسباب النميمة النميمة الغيرة المفرطة الإنسان حينما يكون عنده غيرة غير مضبوطة بضوابط الدين تدفعه إلى أن ينقل هذا الكلام إلى غيره من أجل الإفساد سبب الثاني الحسد والحسد في حد ذاته مدمر وقد قال ربنا في أي القرآن ومن شر حاسد إذا حسد الكراهية التي تملأ القلوب فكلما اتسعت دائرة الكراهية في قلوب الناس كلما اتسعت أوجعهم وآلامهم الانتقام سبب الرابع روح الانتقام حينما تتحكم من الإنسان فالأسباب كثيرة ثالثا مخاطر ومفاسد وآثار النميمة السلبية وهي كثيرة جدا منها خيانة السر الإنسان عنده خبر عنده سر فيخون ذلك السر فالخيانة هنا خيانة وهذه مفسدة كبرى والمفسدة الثانية أن النميمة تؤدي إلى التجسس لأن الإنسان الذي يريد أن يقوم بهذا العمل ينتعى النميمة نقضي الأخبار لا شك أنه يتجسس يبحث ويتقص ويتتبع الآثار ويتتبع الأخبار فهذه مفسدة كبرى أن النميمة تؤدي حتما إلى التجسس الخطر الثالث أن النميمة تفسد المودة حيث وجدت هذه المحبة والمودة تفسدها وكم من إنسان يحب آخر وحينما تأتي أخبار من هؤلاء النمامين لا شك أن المحبة تزول وتحل محلها الكراهية الخطر أو الأثر السلبي الرابع تجديد العداوة فإذا كانت العداوة منسية عند الناس ولكن يأتي هذا النمام فيبعثها من جديد ويحييها من جديد ويجدد العداوة في قلوب الناس ثم أن هذه النميمة تؤدي إلى تفريق الجماعة تؤدي إلى قطع العلاقات وتمزيق الأواصر وإقاع الطلاق وكم من مفسدة وقعت بسبب النميمة أخيرا العلاج زماني يقول لك اللي خاف اللي ما يخافش ربي اللي خاف ربي يعني سبحانه يفكر في عواقب التفكير في عواقب النميمة لا شك أنه هذا علاج من العلاجات النافعة تمتين وتقوية الوازع الديني والوازع الطربوي الخوف من الله تقوى الله سبحانه وتعالى ويكفي أن نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام حديث حذيفة من يمان لا يدخل الجنة نمام وفي رواية لا يدخل الجنة قتات وكذلك علاج في الجهة الأخرى بنسبة للمستمع الذي يتلقى هذه النميمة لا يجوز له إطلاقا أن يبني أحكاما على ما يسمع والذي يسمع أولا يرفض السماع وإذا استمع رغما عنه لابد أن يقوم بدفن هذا الخبر ولا يبني عليه مواقف أو أحكام لذلك نصول الله عز وجل عفو العافية أكتفي بهذا البيان البسيط وإليكم الخطوة ترجمة نانسي قنقر